بات الانقسام هو السيف المسلط على ليبيا منذ عام 2011 خريطة الولاءات والتحالفات تتغير باستمرار وهو ما ظهر جليا في معارك الترابلس الأخيرة بين ميليشيات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من جهة ونظيرتها الداعمة لرئيس الحكومة المكلف فتح بشاغة من جهة أخرى العاصمة ترابلس تخضع حاليا لسيطرة حكومة البيبة وتدعمها ميليشيات جهاز دعم الاستقرار وقوات الردع إلى جانب قوة دعم الدستور والانتخابات وكتيبة فرسان جنزور وكتيبة رحبة الدروع أما بشاغة فيلقى دعما من كتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة النواصي الغريمان ينتميان لمصراتا وهناك تدعم قوة العمليات المشتركة البيبة في حين اختارت ميليشيا لواء المحجوب الاستفافة وراء بشاغة فيما التزمت فصائل أخرى الحياد على غرار ميليشيا لواء الصمود بقيادة صلاح بادي وفي وقت اعلنت الجماعات المسلحة في مدينتي زنتان وورشفانة الولاء لبشاغة ساندت كتائب مدينتي صبراطة وزوارة الدبيبة اذا تعيش ليبيا على صفيح ساخن وسط تقاذف المسؤولين الاتهامات وتحميل كل طرف مسؤولية الانزلاق إلى فوضى جديدة للطرف الآخر فمن قلب العاصمة الليبية ظهرت بيبة متفقدا بعض مراكز القوات والميليشيات الداعمة لحكومته معتبرا أن حكومته تريد الانتخابات بينما يريد الآخرون بالإشارة إلى بشاغة وجماعته تنفيذ الانقلابات بالحديد والنار غاضوا 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 لا يبقوا ليبيا مرتاحة لا يبقوا طراب للسرتاح هذا هو العدوان اليوم الحقيقة اللي من الخارج واللي من الداخل هذا كله مخطط ليه في المقابل وجه الأخير أصابع الاتهام إلى المجموعات المسلحة التابعة لدبيبة المنتهية ولايتها بأنها تقدم الوهمة للليبيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر